أعلنت أوكرانيا تدمير سفينة حربية روسية في البحر الأسود يشتبه بأنها كانت محملة في طائرات مسيرة إيرانية الصنع وكشف سلاح الجو الأوكراني أن سفينة الإنزال الكبيرة الروسية دمرت في شبه جزيرة القرم بدوره أكد حاكم منطقة القرم وقوع هجوم أوكراني في دوسيا لافتا إلى أنه تم فرض طوقنا منه حول منطقة الميناء حيث نشيب حريق هناك سفينة الإنزال الكبيرة الروسية أن أضرارا لحقت بسفينة إنزال كبيرة في هجوم الأوكراني على مدينة في دوسيا الساحلية في شبه جزيرة القرم وأفادت الوزارة أن منظومة الدفاع الجوي الروسي أسقطت مقاتلتين من طراز سو 24 تابعتين للقوات الجوية الأوكرانية خلال محاولة تنفيذ الهجوم على السفينة الذي أدى إلى سقوط شخص وجرح آخرين وسط التطورات الميدانية والتدابير اللوجستية قدمت القوات الأوكرانية سفينة مسيرة جديدة مصممة للعمل كأداة فعالة لعملياتها في البحر الأسود سميت مامي على اسم شخصية نسطورية من الفولكلور الأوكراني هي عبار عن مركب عالية السرعة ومجهزة بالمتفجرات سرعتها القصوى تصل إلى 110 كم في الساعة وهي ميزة ملحوظة تم تسليط الضوء عليها في أعلان جهاز يمن الدولة الأوكراني مامي تشبه أسلافها فهي تجسد الطبيعة السرية لمركبات USV الأوكرانية السابقة وهي مجهزة بأجهزة استشعار بسرية وقدرات اتصال عن بعد تتجاوز خط البصر المباشر مما يسمح بالتحكم عن بعد يضم هيكل مامي هواء شبكة اتصالات عبر الأقمار الصناعية مما يتيح قدرات استهداف دقيقة حتى عبر مسافات جاسعة وهو رصيد مهم في تكتيكات الحرب البحرية الحديثة جهاز الأوكراني شدد على أن هذه السفن السطحية غير المأهولة قد أحدثت تغييرا جذريا في نموذج العمليات العسكرية البحرية حيث تستهدف البنية التحتية الحيوية والسفن العسكرية للعدو في شبه جزيرة القرم ومياه البحر الأسود أفاد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو بأن القوات المسلحة الروسية أنجزت المهم الرئيسية لعام 2023 وهي إحباط الهجوم المضاد الأوكراني وتابع شويغو أن الجيش الروسي يسيطر باستمرار على مواقع أكثر فائدة ونوى في كل الاتجاهات شويغو تحدث أيضا عن مصانع قطاع الدفاع الروسية التي قامت برفع حجم إنتاج الأسلحة الأكثر طلبا بعدة أضعاف قائلا إنها تتحدى قدرات الغرب العسكرية التقنية موسيقى